اشتركوا في القناة سفر بعيد وسادل يبلغني وقوتي ضعفة والموت يطلبني ولي بقى يذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلني ما أحلم الله عني حيث أمهدني وقد تماديت في ذنب ويسترني تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبات في غفلة ذهبات حسرة بقيات في القلب تحرقني دعني أنوخ على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكر والحزني دع عنك عدلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بكنت تعذرني دعني أسح دموع الأنقطع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني كأنني بين جل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد تجمع حون من ينوح ومن يبكي علي وينعان وينذبني وقد أتوا بطبيب كي يعانجني ولم رطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغرورها وصار ريق مريرا حين غررني وغمضون وراح القل واصرقوا بعد الإياس وجاد في شر الكفني وقام من كان حيب الناس في عجلين نحو الموسنيات يوسلني وقال يا قومنا أبغي غاسلا حذقا حرا أديبا ريبا عارفا فطني فجاءني رجل منه فجردني من الثياب وأعران وأفردني وأودعوني على الألوح منطرحا وصار فوق خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوق وغسلني غسلا ثلاثا ولاد القوم من كفني وألبسوني ثيابا لا كما ملها وصار زاد حنوط حين حنظني وأخرجوني من الدنيا فواسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من اللجال وحالف من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصروا خلف الإمام فصال ثم وادعني صلوا علي صلاة لا رفوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبر على مهلين وقدموا واحدا منهم يلاحدني وكشف الثوب عن وجه ليوظرني وأسبل الدمع من عينيه يغرقني فقام محترما بالعزم مجتملا وصفف اللبن من فوق وفارقني وقال هل عليه التربة واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فافزعني وأقعدون وجاد في سؤالهم ما لسواك إله من يخلصني ما لسواك إله من يخلصني فامنن علي بعاف منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتاني ثقاسم الأهل مال بعدما وصرفوا وصار وزر على ظهر فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدني وحكمت على الأموال والسكن وصيرت ولدي عبدا ليخدمها وصار مال لهم حلا بلا ثمني فلا تغرنكا الدنيا وزينتها وانظر إلى فنها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوا الدنيا بأجمعها هالراح منها بغير الحنط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن زارع الخير تحصد بعده ثمرا يزارع الشر موقف على الوهن ينفس كف عني العسيان واكتسبي فعلا جميلا لعال الله يرحمني ينفس ويح كتوب وعمني حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسني ثم الصلاة على المختار سيدنا موضع البرق في شام وفي يمني والحمد لله ممسين ومصدقنا بالخير والعف والإحسان والمينان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة